موسيقى اهلا بكم الى النشر الاقتصادية والبداية بابرز عنوينها 348 مليار ريال حجم ايرادات الجمارك خلال 2022 شبوى مواطنون يشكون ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات اختلالات قطاع الكهرباء تستنزف الخزينة العامة للدولة موسيقى اهلا بكم قال وكيل مصلحة الجمارك محمد الدهني ان ايرادات المصلحة من الرسوم الجماركية والموارد الضريبية والعوائد الاخرى المحصلة بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري 348 مليار ريال مقارنة بمبلغ 164 مليار ريال المحصل خلال النصف الاول من العام المنصر بنسبة زيادة 111 في المئة واوضح وكيل المصلحة ناجم للرسوم الجماركية المحصلة خلال الفترة من يناير الى يونيو 2022 بلغت 115 مليار ريال بزيادة تصل الى 83% عن المحصل خلال النصف الاول من العام المنصر بنسبة زيادة بلغت 116 في المئة وفد أن إيرادات المشقات النفطية التي تم تحصيلها خلال النصف الاول من العام 2022 بلغت 141 مليار ريال وشكلت نسبة 40% من إجمالية الإيرادات الجملكية المحصلة قالت دراسة اقتصادية جديدة أن الاستثمار في محركات التنمية سيمهد الطريقة لتنمية اجتماعية واقتصادية تنطلق من القاعدة إلى القمة ومستدامة ومنصفة في اليمن وأكدت دراسة إطفاء الطابع الديمقراطي على دوافع التنمية نحو نهج جديد لليمن أن إطفاء الطابع الديمقراطي على دوافع التنمية سيعمل على تحسين العلاقات والتماسك الاجتماعي في المجتمعات وأوضحت الدراسة الصادرة عن أرابيا بريينتراست أن إطفاء الطابع الديمقراطي على محركات التنمية سيخفف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويفتح طريقا مختلفا عن اقتصاد الحرب إلى سلام مستدام وإعادة دمج اليمن بالاقتصادات الإقليمية والعالمية وفق للدراسة فإن التآذر بين أرباحة محركات هي إنتاج الغذاء والطاقة المتجددة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية واللوجستيات ستولد الزخمة والثقة لإعادة بناء عملية التنمية شكى مواطنون ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وقال المواطنون إن أسعار هذه السلع ومنها الخضروات كالبطاطس والطماطم التي يستهلكها الناس بشكل يومي ارتفع أضعافا عن السعر الطبيعي حيث يتحجج التجار بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف النقل ويطالب المواطنون السلطات المحلية بالنزول إلى الأسواق وضبطها للحد من التلاعب بالأسعار الخضروات والفواكه بالصراحة عبع على المواطن بغير المواد الغذائية وكل شيء الدولة ما طرحت أي تسعيرها للتاجع المستهلك كلها تحمل العبع وهذا عبع كبير على المواطن بالصراحة ما يتحملها كذا أكثر من ذلك السلطات مرتفع كثير كثير البطاط وصل إلى 1500 والطماط 1500 والشعب تعبان بصدق وكل غلاء عندنا فوش وهذا جيدا للحكومة الحكومة لا جيباته كل بس ما جعله من المواطنة الإقبال ضعيف جدا ولا غلاء المعيشة والأسعار والنافط كل شيء مرتفع والمواصلات كيلو طمت وصل إلى 2000 ريال السلة ب35 ألف ريال وصلت بعد العيد الآن السلة البطاط ب32 الكيلو ألف وخمس زبون يعني كيلو ما يحصل بألف وخمس بالصراحة يروح المواطن يعني راتبه تم على ما هو عليه من قبل يعني ارتفع على الصرف ارتفع الصرف ارتفعت المواد والمواطن تم على 40 ألف 30 ألف 50 ألف يعني الوضع موهب يعني وضع مضبوط الصراحة يعني يقلي من ألف وخمس الكيلو البطاط والطماطا ألف وخمس وكمل واحد بعمل جهدي كلها أسعار مرتفعة نار قال لي مرة ما حد أقدر أشتريها أنا بحدد لك الباكة كيلو قال لك بألف وخمس مئة العنباء ويضوي ما عليك الله هو مليان كل حاجة مغلينا قال لي هذا الأيام مع غلص صرف قلية الأخضار وكل الأسعار الأخضار والفواكة ما حد أقدرنا أشتريها هذا الأيام والله العظيم اللي أخذ منه أسبوع من خضره هذا العجل واحد شلها كيلو من لقنا الأسعار تطالب الجهة المختصة تنزيل الأسعار هذا في المحروقات إذا نزلت المحروقات نزلت الأخضار ونزلت السعار تشكل الاختلالات المتزايدة في قطاع الكهرباب اليمن عامل السنزاف الرئيسي للخزينة العامة للدولة حيث تكلف عملية شراء الوقود شهرية لمحطات التوليد مئة مليون دولار شهريا لنتابع هذا التقرير تشكل الاختلالات في قطاع الكهرباب في اليمن مع تهالك محطات التوليد واعتمادها بدرجة أساسية على الديزل للتشغيل تشكل أعباء مالية كبيرة تثقل كاهل الدولة وتستنزف خزينتها العامة حيث تنفق الحكومة أكثر من مئة مليون دولار شهريا لشراء وقود الديزل لمحطات الكهرباب في المحافظات المحررة وفق تصريح سابق لوزير الكهرباب والطاقة أنور كيلشات ويقدر تقرير اقتصادي رسمي صادر حديثا حجم احتياج اليمن الفعلي من الطاقة بأنه يصل إلى نحو 14 جيجاوات يتوقع ارتفاعه إلى ما يقرب من 19 جيجاوات بحلول 2030 ويرى التقرير أن بإمكان اليمن أن يتحول بسرعة إلى توليد الكمية المطلوبة الحالية من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أولية قدرها 1.8 إلى 2.3 مليارات دولار ما يزيد قليلا عن تكلفة عامين من وردات الوقود قطاع الكهرباء ياتي في طليعة القطاعات المتضررة من الحرب في اليمن خاصة المناطق التي كانت تحصل على التيار من الشبكة الموحدة قبل بدء الحرب عام 2015 فقد جهدت تدمير بنيتها التحتية أو تعذر حصولها على الكهرباء نظرا لانخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسية ويرى خبراء أن اختلال منظومة العمل الحكومية وترد المؤسسات العامة شكل عائقا أمام تحسين أهم الخدمات العامة مثل الكهرباء في مناطق تعتمد عليها بصورة رئيسية وهو ما جعلها محل سجال وتجاذبات متواصلة بين السلطات المحلية في المخافضات والحكومة اليمنية أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها وقعت مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولوث البريطانية مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك بقيمة 900 ألف جنيه استرليني حوالي مليون دولار لدعم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن وقالت الوكالة في بيان لها إن التمويل سيدعم البنك المركزي اليمني في مهمة الإشراف المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب كما سيدعم البنك وزارة المالية اليمنية لنشر البيانات والتقارير التحليلية التكميلية عن حسابات الاحتياطي الأجنبي والميزانيات العمومية للبنك ومؤشرات الديون وقال سافير الولايات المتحدة في اليمن ستيف فاغن إن تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي فرضت ميليشيا الحوثي زيادة كبيرة وصلت إلى خمسة أضعاف على إجارات المحلات التجارية المستأجرة من الأوقاف مدينة الصنعاء القديمة الخاضعة لسيطرتها منذ عام 2014 وقالت مصادر خاصة وتجار ليمن شباب إن ميليشيا الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين حملة جبيات تعسفية واسعة استهدفت ملاك المحلات التجارية في صنعاء القديمة وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى إجارات الأوقاف وأوضحت المصادر أن ما يسمى بوزارة الأوقاف الحوثية في صنعاء عمدت إلى التضييق على ملاك المحلات التجارية في صنعاء القديمة إذ فرضت عليهم رسوما باهضة كإجار وقف طيلة السنوات الماضية في حين أن غالبية ملاك المحلات بالكاد يتمكنون من تأمين الغذاء لأفراد أسرها شكى سكان في مناطق متفرقة بمحافظة إب من زيادة جديدة تعد الثانية خلال أقل من نصف شهر في أسعار الكهرباء التي تقدمها محطات تجارية يتبع أغلبها مستثمرين موالين للميليشيا الحوثية ووصلت الزيادة السعرية الجديدة في خدمة الكهرباء إلى ستمائة وخمسين ريالا للكيلو وات الواحد بعد أن كانت قبل خمسة عشر يوما بخمسمائة وخمسين ريالا الأمر الذي ضاعف من الأعباء المعيشية لسكان في ظل ما تشهده المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من أوضاع متردية وانعدام شبه تام لأغلب الخدمات الأساسية وبحسب مصادر محلية فإن مالكي المحطات التجارية لم يكتفوا بفرض جرحة جديدة بأسعار الكهرباء في مركز المحافظة وعشرين مديرية تابعة لها بل عمدوا أيضا إلى مضاعفة رسوم المشتركين الشهرية إلى ما يعادل خمسة دولارات أمريكية أعلن البنك المركزي عن فتح مزاد لبيع ثلاثين مليون دولار أمريكي وذلك في يوم الثلاثاء القادم وشرط البنك أن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة ريف نيتف الإلكترونية أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى هذه المنصة فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات ريابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي وأشار إلى أنه لا يجب أن يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك عن نسبة تصل إلى ثلاثين في المئة من إجمالي قيمة المزاد وسيقوم البنك بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها في الخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد شهدت محافظة شبوى مسيرة جماهيرية تنديدا بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونفذت جموع غفيرة من أبناء مديرية ميفاعة في المحافظة مسيرة جماهيرية للتنديد بتردي الخدمات الأساسية لا سيما انقطاع خدمة التيار الكهربائي وحمل المشاركون في المسيرة المحافظة ومدير الكهرباء مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن المديريات الجنوبية وارتفاع الأسعار وتردي جميع الخدمات أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الأسر اليمانية النازحة لا تستطيع تحمل تكاليف الحياة جراء ارتفاع الأسعار وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر مع ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء اليمن لا تستطيع الأسر النازحة تحمل تكاليف الغذاء والماء والمأوى نهيك عن الاحتياجات الأساسية الأخرى وذكرت أنها قدمت للأسر النازحة في مأرب حقيبة أدوات الكرامة وحقائب خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أبريل تراجعت أسعار النفط دولارا واحدا في تعاملات مبكرة في آسيا مقلص المكاسب التي حققتها خلال اليومين الماضيين وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس من 1.54 دولار إلى 96.5 دولار للبرميل بعد صعودها إلى 1.9% يوم الجمعة وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم ستمبر عند التسوية من 1.47 دولار إلى 99.69 دولارا للبرميل لتتراجع بنسبة تصل إلى 2.1% عن يوم الجمعة تتجه أنظر الاتحاد الأوروبي هذه الأيام إلى أذربيجان للاستعانة بها في تعويض النقص الكبير الذي تعيشه بلدان التكتل في تأمين الغاز الطبيعي عقب استغنائها أو حرمانها من الغاز الروسي بسبب الحرب الأوكرانية وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأذربيجانية فإن إنتاج الأخير من الغاز الطبيعي بلغ العام الفائت 43.9 مليار متر مكعب صدرت منها 8.2 مليارات متر مكعب لأوروبا والاثنين تتجه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة جادري سيمسون إلى أذربيجان لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك وأذكر بيان صادر عن الحساب الرسمي للمفوضية على تويتر إنه في ظل استخدام روسيا موارد الطاقة كسلاح فإن تنويع موارد استيراد الطاقة يشكل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وختاما نترككم مع أسعار العمولات لليوم الاثنين ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام النشر الاقتصادية شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمتابعة إلى اللقاء